هذا وقد كرس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حياته منذ توليه المسؤولية الوطنية بتفقد احتياجات جميع المواطنين في المجالات كافة مواصلة لمسيرة الخير والبناء والعطاء الدائم لكل أبنائه يواصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوجيهاته التي دائما ما تصب في صالح المواطن بشكل أساسي حيث قام بتوفير الحياة الكريمة لمختلف الأوساط المجتمعية وحرص سموه الدائم على النهوض بالمجتمع البحرني على مختلف الأصعدة كانت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مختلف مناطق المملكة تدخل الفراح والسرور في قلوب الأهالي فتجدهم في مقدمة مستقبله حيث تتجسد تلك الروح البحرينية الكريمة والمشاعر الأصيلة عند الشعب المخلص وشعور الأسرة الواحدة فميزان الوطن في العدالة والإنصاف ومحبة الناس لسموه تتلخص في قربه إلى البسطاء ومعالجة مشاكلهم فشخصية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يعجز القلم واللسان عن إعطائها حق قدرها ومواقفها التي يشهد لها التاريخ اتجاه شعبه المعطى حيث أتاح فرص التعلم ومكن الجميع من الحصول على التعليم الشامل وفق أفضل مستويات الجودة كما مكن صقار التجار البحرينيين وذلل المعاوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة اهتمام سموه لم يقتصر عند هذا الأمر فقد واصل سموه في تلبية احتياجات المواطنين خاصة في قطاعات الإسكان والصحة والمرافق وتطوير السياسات التي تكفل استدامة الخدمات الإسكانية وملاءمتها لجميع المواطنين ناهيك عن متابعة سمو رئيس الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية من خدمات ومرافق بجميع محافظات المملكة هذا الأب الحنون تفقد احتياجات جميع شعبه واستمع لطلباتهم وملاحظاتهم حول أي خدمة وعزز مبادئ التكافل الاجتماعي وقيم المواطنة فلطالما أكد سموه أن المواطن سيظل هو محور عملية التنمية وغايتها الأولى مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم سمو رئيس الوزراء الموقر ومساندة سمو ولي العهد حفظهما الله تسعى دوما إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين والنظر فيما يمس احتياجاتهم عبر اللقاءات والتواصل المباشر الذي لم ينقطع يوما لما يعود بالإزدهار على الوطن وتحقيق تطلعاته ورؤاه طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين